كل سمرة بيتم انتاجها هي اضافة للحفاظ على الامن القومي الغذائي ولو جينا نتكلم على التحديات اللي بتواجه القطاع الزراعي في هذه المرحلة هي تحديات كتيرة بالرغم ان فيه اهتمام كبير من الدولة بالنهوض بالقطاع الزراعي الا ان انت عندك تغيرات مناخية زيادة سكانية محدودية الموارد المائية بنقول ان احنا حصتنا من ميهنة النيل 55.5 مليار متر مكعب في السنة لكن احنا دلوقتي 100 او 110 مليون نسمة ده بيخلينا محتاجين نحافظ على كل قطرة مية وبيخلينا كمان نرشط في استهلاكنا للمياه المياه واستخدامها بطريقة مناسبة تؤدي الى خفض التكاليف لان في نفس الوقت انت هتعظم الاستفادة من الاسمدة ومن وحدة المساحة النهاردة هوريكم نموذج جميل جدا قدر ان هو يتعامل مع الموارد الموجودة حتى لو كانت هذه الموارد محدودة اذا كنت بتكلم على مياجة وفية او بتكلم على ارض رملية لكن بالعلم وبتطبيقه قادر انجح وقدر اشتغل في زراعات ايضا مجدية مرحب بحضرتك احنا فين بقى دلوقتي احنا هنا تابع مدينة السادات تابع مدينة السادات القرن اسمها ايه هنا الطريق اللي ماشي على اسفلت بعد المدينة ده طريق 84 ايوه تعتبر هي يمت الجهاز كده عند المصانع فقو المصانع تمام انا ليه بسأل علشان اللي عايز يجي يشوف النتائج على ارض الواقع يجي ويقعد يكلم مع الناس دي هيستفيد لان النهاردة لما دخلت لقيت فيه رعاية عندي فراولة عندي موز اه فيه اكتر من تجربة علشان يحققوا النجاح احكي لي قصة الارض دي انت جيت من الملوفيبة لك كم سنة الحج رضا راح جاب الجهاز ده وركبه فالحمد لله بسم الله ما شاء الله ابتدت الاجواء التبان والزرع ينور كده وابتدأ ايه عمل نتيجة فيها حلو يعني هو بقاله قدي إيه الجهاز هنا الجهاز ده انا بقاله بتاع عشرين يوم او خمسة وعشرين يوم كده وانت في خمسة وعشرين يوم تقدر تحكم على الزرع اه نحكم يعني حصل التغير في الوقت الوجيز ده تغير كتير حتى يعني الاسبوع ده غري الاسبوع اللي فات ايوه تغير كل يوم كل يوم ببان فيها انها بتتحسن او ما بتتحسنش شتت الفراولة لما بتكون المياه ملحة بتعمل فقى ايه وكم جزء في المليون كانت الملوحة هنا والله هنا بالنسبة لها حوالي يعني سبعمية او تبنمية اه دي تأثر على الفراولة اه بتأثر على الفراولة كان شكلها ايه بقى اوراقها وصمارها الورقة بتاعتها ناشفة وشعوطت اه عشان الملوحة عشان الملوحة وابتدت بقى تحط فالناس الحاج رضى لما راح اجاب الجهاز وركبه فالدنيا ابتدت تشتغل بقى ايه مع الشغل مع الشغل بتاعهم الراش والتسميد اضاف لهم برضو مع الجهاز عملته شغلية اللي بانت النتيجة دي ايه لو انا جيت دلوقتي دخلت الارض وعادت اتفرج عليها عايزك تقول لي ايه الفرق ما بينها وما بين فراولة مزروعة فارض طنية على مياه بحاري الملوحة بتاعتها 200-300 جزء في المليون في فرق إعني هالذي احسنو اللي التانية احسن لأ التانية طبعا احسن بس دي يعني على الوضع الحالي جدا حلوة بنتدت تتـحسن وتمشي البس فالوضع الحالي ده مثلا لو من ساعة الفراولة من زرعت كنت لليت الفراولة دي احلى من كده كتير يعني انت توصد اتاوا ركبت الجهاز قبل وما تزرع او مع الزراعة كانت النتيجة هتبقى احسن ايه بالها قال اكدي الشتلة عمره قدي الشتلة دي عمره بتاع اذهلากır يجي 40 يوم 40 يوم واستخدمنا الجهاز من 20 يوم يعني فيها 20 يوم في المرحلة الأولى كانت على المية الملح حصل بقى طفرة يعني في العشرين يوم الأولينيين كان حاجة والعشرين يوم التانيين كان وضع تاني كانت يعني تشوف منظر الزرعة تقول خلاص يعني والجماعة هنا وليد واخوه الحج رضا كانوا فقدين لا مل فيها بس الحمد لله يعني ربنا صالح الحال لما جابوا الجهاز واشتغلوا مع الرش مع التسميد مع المراعية أنا شايف أن أنتو فريق عمل فلما سميت عن الجهاز كنت بتوقع أنه هيحل المشكلة لا أنا متوقع أنه هيحل المشكلة لأن أنا مستعمل الجهاز من يجي 4 سنين أو 5 سنين في جماعتي البحوث تمام نفس الجهاز دلتا وطر هو نفس الجهاز وكنت مستخدمه المياه هناك عالية يعني فيه هناك بتوصل لألف ونص جزء في المليون وفيه بتوصل لألفين ونص وفيه بتوصل لألف ومتين وجيب نتيجة بس هناك من فيه زراعة زتون الزتون بيستحمل عن أي زراعة بس أنت لما بتحل المياه بتزود إنتاجك يعني بتحسن من خواص الزرع نفسك آه هي بتحسن من هو الجهاز ده عبارة أنه بفتت الأملاح يعني أنت لما بتركب الجهاز وتيجي من بعد الجهاز من بعد الجهاز دي قبل الجهاز هتلاقى نفس المياه بس هي الخاصية اللي فيها والمصلحة الفنية بتفتت الأملاح بتنزل كل حاجة لوحدها الملح الواحد والحديد الواحد تبقى يخليك يغير في برامج التسميد أو بتقلل من الأسمدة لا بالنسبة لبرامج التسميد بقى بهم ماشيين حسب المخرر السيمات المكتوب عليه السيمات المكتوب عليه والطربة لأن برضو أنت نارضة ما بتستخدم التربة دي ممكن يكون فيها نسبة أملاح كتير وفيها نسبة جير فيها نسبة أرض طفلة فحسب أنت بتاخد تحليل العينات وبتستعمل معها هلأ عزال أساس يعني أنت مش بتجيب أي تسميد وتحطي لها كده لازم تستخدم التسميد اللي يمشي مع التربة الجهاز ده بيحتاج صيانة بيحتاج صعوبة في تركيبه ولا الموضوع سعب ولا الصعوبة ولا حاجة هم هو الجهاز بيتيجي يتركبه زي أي لما أخذ أي قطعة وصلة مصورة بيتركبه عادي لا بيتعب ولا يتعبك فيه أي يعني تقدر تقولي إيه عن تقنية معالج المال مغنطسيسة شركة ديلت ووتر بعد أنت جربتها بتقولي أن هنا بقى لها عشرين يوم ومن أربع سنين برضو كنت بتستخدمها على نسبة ملوحة مرتفعة إيه رأيك في الموضوع ده أقول كده للمزارع كفلاح بالنسبة للجهاز حلو يعني الجهاز هناك لما استخدمناه عمل نتيجة في الزتون كان بتنشف الأطارف بتاعت الورق لأن الأملاح أول ما بتأثر بتوصر على البراءة من اللي فوق مش بتوصر بتجيبها من البراءة من اللي فوق ونت نازل تحت بتأثر عليه أيه فلما استخدمناه يعني الحمد لله كان جايب نتيجة حلوة يعني أنت راضي عن نتائج الجهاز راضي عن نتائج الجهاز بس حسب أنواع الجهاز يعني ما فيه أجهزة اللي هي اللي بترعمل هنا بتصنع غير اللي بتجبها جاية من برة والحاجة النظيفة يعني أنت درست الأول عرفت إن فيه أكتر من نوع فيه أكتر من شركة فأنت حددت هتتعامل مع مين أو مع ديل توطر أه وأنا سألت ابني برضو أنا عندي محمد ابن دكتور في الزراعة في شبين ما شاء الله سألته وقلت له بالنسبة للجهاز قال لي يا بابا الجهاز ده بإيه بفتت الأملاح يعني حتى ابنك إنت إيه خدت بقى فكر الفلاح وده جميل قوي وفكر ابنك من ناحية العلم قال لك إيه بقى قال لي الجهاز ده حلو وبيفتت الأملاح لأنه هو تخصصه كسم أراضي تحليل تربة ومياة جوفية أيه ما شاء الله فطبعا لما سألته قال لي هو الجهاز قادع